عسلامة ومرحبا بكم في قناتي امكا ام سباقشني احوالكم ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي المرة هذي جبت لكم رسات تارت حلوة رسات اقتصادية جيت بنينا ما شاء الله ما كنتش مبرمجة اني نعملها بالوصفة هذي اما بحكم انها كبشت في مخي نحب كعبة تارت هكا حلوة وبالكريمة والكل وجيت نشوف ننقل زبدة كمية زبدة اللي عندي ما تكفيش وحبيت نعملها كحاجة جديدة حاجة اقتصادية للمتوفر عنده للمش متوفر عنده زبدة الكافية دونك قلت ايا علش لا نعوض الزبدة بالزيت وهذا كهي كانت الفكرة الاساسية ومنها هي انطلقت وعملت حسابيتي ودوزيتي وخرجت بتارت بنينا جيت ماشاء الله بالنسبة للكريمة عملت كريمة نكهة بوفريوة كريمة نكهة بوفريوة هذيك المتوفر عندي اول مرة لحقيقة جربة بوفريوة ونجحت على الاخر جيت بنينا ماشاء الله بالنسبة للزينا عندي شوية فاكية مخب بيوتهم من فاضل خدمتي نجموا تزينوا بالفاكية بالغلة باللي تحبوا ما نطولش عليكم نتعديوا الرسيت عندي نصف كاس سكر محاور الكاس هذي هو اللي قصت به جميع المكونات ونصف كاس زيت وتنجموا زيت اختاني راني عمل زي زيتونة وما اثرش طعم بتاعه مغرفة صغيرة خميرة غاتو باكو سكر فاني عظيمة قرصة صغيرة ملح وحطيت مبدئيا زوز كيسين فارينا انا في الاخر استعملت ملكو الفارينا واذا الكل راجع الفارينا تشرب في الفراسات وبالطبيعة هذي كقرصة الملح زيتا لازم نحطوها من لول هذو ملكو باش نركضهم مش نعمل بالركاض الكهربائي اسهل وانجع معناته خير كهو نكمل هكا نركضهم حتى يبيض عندي الميلانج بتاعي وكيما قلتلكم زيت باكو سكر فاني حبيتو باش نكه بتاع الفاني تكون هي الطاغية صورتو انا عندي بالزيت وزيت زيتونة دونك قوية هذي كعليش عملت كابتين سكر فاني وماشاء الله ما اثرش زيت زيتونة ما اثرش جملة في الروسات بتاعنا دونك الزيت بتاعي ناخذو هكا مش نزيدو توا كل مرة نزيدو شوية ونركض وإلا تصبوها هكا خيط كل مفيد ميز مش يتصاب دفعة واحدة باش الكل زيت تصبو الكل كمية تدخل في الميلانج بتاعنا هكيكا الزيت من بعد ما نحسوهش في التارت معانتها الكمية الكل تتجانس مع الخليط بتاع العظام والسكر وما تبقاش هكا مفصولة معانتها على الخليط بتاعنا دونك هكا هوتوا باش نزيد الناوش في بتاعي زيت نص مغرفة هكا صغيرة مكاومة معانتها معبية خميرة جاتو وباش نزيد الفارينة لحقيقة ما ما خلطتش بيدي خلطت ديمة بالفرشيطة حتى يتلم عندي الخليط بتاعي كما قلت لكم انا بقيت هكا نلم بالفرشيطة وبعد استعملت دي كان في اخر مرحلة باش نشوف التكستير بتاع العجينة بتاعي دونك كل مرة نزيد الفارينة بشوية بشوية انا انا ما قلت لكم مبدئيا حطيت زوس كسين وفالاخر استعملتها من الكل يعني حتى من الاول فضلت شوية اما حصيت العجينة بتاعي طريقة ما طاعتنيش في الحلين دونك كملت هذيك الشوية اللي بقالي كملتو آآ اكا هو بعد ما كملت لميت هالعجينة كاملة ديريكت خدمت بها حليتها ما رتحتاش خاطرها بالذيت强يما زي تما تزده دونك متسحقش بيش ترتاح هذيك عليش ديريكت كما قلتلكم حليتها و رشيت نلوطة والفوق الفارينة خاطر حاصيتها غير مابيانعي انت رخوى عندي العجينة بتاعي هذيك عليش مازالت تقبل الفارينة اما اذا حسيتوها كاس همعاكم جيتٍ دونك تحطوا بابي كويسن وقال ليπ sousстра بلاستيك من فوق اللوطة وتحلوها عادية مع انت العجنة بتاعكم عند خطان حطيت الفور بتاعي يسخن ونقبت التارت وديرك دخلتها للفور الطيب في الاثناء حضرت الكريمة بتاعي قصت 3 مغارف سكر بالمغارفة هذيك الكبيرة حطيت كاس 200 مليلتر ماء ونصف كاس ماء لا كاس كامل لحليب ونصف كاس ماء وهذيك باكو كريم باتي سير نكت الانوازات نحط الماء والحليب حبيتها تكون اقتصادية هذيك على الزت معها نصف كاس ماء اول مرة الحقيقة نعملها لحكاية هذي اما نشحت معناتها كأنها بالحليب ما هوش مأثر حتى طرف الماء اللي حطيته نحط نزيد البودر بتاع الكريم باتي سير ونخلطها هكا في البارد حتى يذوب معي يجينس الكل هذيك وخليتها تطيب على نار هذيك كاي كريمة وقت تبقبق وانا هبطتها من نار وتوا باش نزيدها حكار 50 جرام 70 جرام زبدة زبدة حيوانية بحرارة المطبخ انا راهو والله لو زنت اما 50-70 جرام معنة هذيك هيا ما هيش مش تأثر 20 جرام ولا الفوق ولا اللوطة ما هيش مش تأثر نخلط هكا بالإقدام حتى لوين الزوب معنة تتفعل باك السخانة ويذوب معا يلزم تخلط بالإقدام باش من الزبدة ما تفصلش وتخرج الزيت بتاحها نغطي هالوطان اللي حضرت التارت بتاعي سي حضرت طابة ملوطة والفوق واللكريمة مزلت راهي دافية مهيش بردة باش نصبها على الفوم بتاع التارت ونوزحها على كامل الفوم بتاع التارت دونك كيما شفتو ماشاء الله راهي جيت بنينا حبيت نذكركم اذا اول مرة زور قناتي متنساش تعمل ابوني وتفعل الجرس باش يوصلك نوتيفكاسيون كل ما نهبط فيديو جديد واذا عجبك الفيديو متنسانيش في جيم وكمانتير واذا حاجة معاش بتكش ولا عندك اقتراح اخر نجم تحط لي كومانتير تحت الفيديو وانا نجيوبكم دونك زينتها بشوية فوستق شوية لوزي فيلي شوية لوز احمر شوفوا الجود بالموجود دي ما كيف العادة نقول لكم متكلفوش رويحك مراي الحكاية لكل حتى خمسين جرام فيكي لكل في الكل متخيل متجيش معناتها عندي هكا شوية من كل شي دونك زينت بيت نجمت زينو بالغلات نجمت زينو باللي عندكم متوفر هذي الكلو يرجع ليكم انتم وفي الاخير اتحصلت على تارت مزيانة وبنينا وبنينا برشا ننصحكم جربوها ميكمش بش تندمو حاجة اقتصادية وبنينا وبالمتوفر عنا هذا فيديو اليوم ان شاء الله انتلقاه في بنا اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله